السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سنة ثانية معكم بسنت امجد فرقة ثالثة ان شاء الله تكونوا كلكم كويسين وبخير تكونوا حالته كويس في المد وان شاء الله يكون المديول خفيف ورطيف عليكم اه ونتكونوا يعني مدى جمال المديول بالكونتينت اللي فيه بغضل نظر عن الامتحان الامتحان كده كده هجي فيه حاجة صعبة اه اه لا شوف انت استمتع بالمديول على حسب الكونتينت او انا كنتم استمتع بالمعلومات اللي بتتقلدي اه ولا ما كنتش طائق اسمعها بصراحة وان حال الان ادو بنقدر نحن نستمتع بكون معلومات اللي بتتقلنها يعني عشان ان نحس ان المديولة كلها جانويلة اه طبعا انا بعتذر جدا جدا عن تأخير المحاضرة الحديد دلوقتي يعني اه حصلت ظروف كده اه انتهت في الاخر ان المحاضرة دي تنزل دلوقتي بغض النظر عن تفاصيل الظروف اللي حصلت يعني اه وبعتذر كمان لو الصوت مش واضح او اول حاجة هو تعريبا بداية برد يعني عندي اه فربنا يستطع اه ان شاء الله ايادية اول محاضرة دي دي لك تشاروان تقريبا بتاعت الميل نزلت بس هي دي المحاضرة التانية اه المحاضرة اللي بقى بتاعتنا النهاردة دي اسمها يعني ايه يعني الهرومينات الجنسية السنوية في الفيميل اه زي ما اخدناها في الميل في المحاضرة التانية اه ده لو حد اسمها يعني اه طيب اه احنا عرفنا من هفضة هنتكلم عليها على الفيميل سيكس هرموز هنشوف بقى هنتكلم عن ايه فيه اه طبعا في الاول بنتقل زمانينا اللي يدفعهم الله بالرحمة والمغفرة ما قاف في الفيديو جرارهم الفتحة بنتقلهم اه بنتقل ان ربنا نحقنا بهم على الايمان ماشي زي ما قلت لك ان احنا هنتكلم علي الفيميل سيكس هرمونز من حيث ايه من حيث ايه هما اصلا الفيميل سيكس هرمونز دي اه هما ايه بنقولهم على طول من السنوي الاستروجين واللوغوستيرون اي ما تسمع كلمة الفيميل سيكس هرمونز دي بنقول اول هرمونين دول طيب فيه هرمونات تانية طيب زي ما قلنا ان اهنا ايه اه اول هرمونين بيجوا في المغنى اللي هما الاستروجين واللوغوستيرون فيه هرمونات تانية او فيه هرمونات تانية طبع الفيميل سيكس هرمونز من هما هناخدهم برضو في خير المحاضرة ان شاء الله اه تاني نقطة هنتكلم عليها هي يعني بايو ديت يعني كده هنتكلم على الباصوي بتاع الهرمونات دي ازاي تكونت وازاي حصل لها اه تانية تالت حاجة هتبقى ازاي الهرمونات دي بتشتغل والاكشن بتاع يعني ازاي هي بتشتغل والما بتشتغل بتعمل ايه واخر حاجة هنشوف يعني ايه اه يعني الهرمونات دي ليها اه طبعا هي وكمان اه لها يعني هرمونات ايه تبع العمليات اللي اه اللي هي الميتابوليك دي كنا بنقول عليها عمليات الايضا اه هي ليها كمان بتاعها وليها ميتابوليك اه اكشن كمان طيب عارفنا هنتكلم علي ايه بقى اربع نقاط اهم هنغطيهم باصناق المحاضرة في الاول كده انا عائزكم تثبيت في دماغكم حاجة علشان لما نجي نشرح هو في الاول خالص شارح لك تقريبا بتاع الهرمونات دي على هيئة يعني هو كأنه بزمان لما انا كنت باخد المحاضرة دي كان الضائف عليها جزء كمان في الاخر اسمه كنا بناخده في الاخر وبنشرحه كده فانا شفت الداتا بتاكم لقيتها مختلفة عن بتاعيتنا كتير اه وهو شريحها في الاول اه دول الهرمونات بس هو كأنه فعلا نشرح بس علشان ما نطلغبطش هنلخصها مع بعض كده بالروحة لان انا يعني من الناس اللي كانت بتطلغبط فيها جدا اه اول حاجة لازم تبقى عارف ان احنا عندنا حاجة فوق خالص طبعا احنا فقط خدناها في الاندووران لي اسمع لاييه الهايبوسالماز دي الهايبوسالماز لdeath الزواء كانت الجزء الانتيرير او البوستيرلuiten طيب ايه الشورانيتها اي الشورانيتها ان هي بتبعت هرمونات للب subtle عشان تحفيزها تطلغ لادة بس 유من säger ايина احنا عند الوقتي هتروح تقول الانتيلру بيوتوتري ويشتغلي طيباذ trabalhان بقول ذرت طولة لشان انا عارفين ان الهرمونات كلها اوى معظمها تطلع من ال juga الاوكستسين او الظهر ايه اي انا قلت الظهر ده للثهر Dal ndh dimント突 بts الايدي اقتش بس. هتاخد الايه? جاي لها الهرمون من فوق هو اللي هو على الانتيريور بيتيوتري. هقول لها اشتغلي. هتقول له تمام هشتغل. طب هشتغل هتطلع ايه? هتطلع هرمونين مهمين جدا. اول واحد اسمه اه ده اللي هو يعني ايه? بصف يعني ده بيبدأ ده اللي هيحفز الفوليكل اللي موجودة فين? اللي موجودة في طبعا احنا عارفين انتو اكيد خدتوا في الفوسيولوجي ان بيكون في الاول بتبقى بعد كده مضيوره بتطلع اه والكلام ده كله بعد كده هتتحول لكوربس اليوتم في الاخر. طيب ده شغلنته ان هو هيروح يشتغل على الفوليكل اللي موجودة في دي. تمام? هيعمل فيها ايه بالزبط? هنقول كمان شوية. بس تبقى عارف ان ده اللي هو الاف عشان بيشتغل الفوليكل اللي موجودة في طيب الهرمون التاني الهرمون التاني اسمه ال 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 اتش ده ده بقى بتاع يعني مفيش هيصها ال الو فيوليشن هي عملية التبويض. مفيش هيحصل من غير ما يكون حمدي هيرمون ال 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 اتش ده ده هو الاساس. اه طيب ده هيعمل لي ايه هيعمل يعني ده اللي هيخلق اه اللي هيخرج من الفوليكل بتاعته. تمام? اه طب بعد ما يخرجها احنا عارفنا ان لما بتخرج من الفوليكل اللي بتتحول باسمها اه الكربص ليوتم. كربص ليوتم يعني الجسم الاصفر طب هو ده ده دي. يبقى هيعمل ايه? هيعمل تمام. اه قال لك بقى الايه? بما ان بيشتغل على الفلك الموجودة في في الفلك اللي موجودة في ما هو اشتغل على الفلك اللي عمل فيها ايه? اه خلال الفلك اللي موجودة في دي تطلع لي هيرمون الاستيرجي. اللي هو اول هيرمون من اللي عندنا. طيب اله يشتغل على الكرباس لوتم صحب? الكرباس لوتم حترعلي. علشان كده بص لاحظ ان الجزء ده النص الاولاني من الرسمة ده ده بيكون موجود في اي فيميل عادي. في اي فيميل طبعا قبل المنبوس. يعني اللي هي الفترة اللي هي ممكن تحمل فيه. ده كل كل الفيميل اللي هما يعني ممكن ان هما يحملهم. بيحصل فيهم كل الحاجات دي. طيب الكرباس لوتم راح طلع البروجستيرون. البروجستيرون بيبقى مينلي ده اسمه اصلا الهيرمون ده اللي ايه? بيخلي الحمل موجود. يعني ايه? يعني لما يحصل الحمل البروجستيرون ده بيطلع بيعمل من تاني انجل الحمل ده ويثبته يعني مع نقصة. طب هل الفيميل اللي هي مش حامل. مش بيكون فيها بيجستيرون. لا طبعا بيكون موجود فيه. بس انا بقول لك مينلي. مينلي معناها ان هو موجود بالنسبة اكبر وشغلنته اكتر. بيقى متخصص اكتر بعد الحمل. تمام? يبقى احنا نجبناها كده من الاول. عزين نساب الدسر الرسمة دي في دماغنا. والكلام اللي جاه هيبقى كله ولا حاجة بجد. اا اول حاجة عندنا الهايبو سالمس. الهايبو سالمس دي اهSTA. فلحتي على الانتيوفيو التوتري. طلعت لي هرمونين. الاف اساتش والالج. الف اساتش والناف هةتروح للفولك اللي موجود ها في الفولك اللي هتطلع ايه استروجين. طيب الالاج ده Они سيطلع علي الاووصايت من الفوليكل. الفوليكل هيبقى اسمها كوربسليوتامون. كوربسليوتامون ده هتطلع علي البروجستيرون. وقلنا البروجستيرون ده بيبقى من لي فين في فترة الحامل. تمام? اهو. ده بالضبط الكلام اللي انا كنت رسا الامس على الرسم. ادي الهايبوسالمس. هتطلع الريليزينج هرومون. على الانتير روبيتوتري. هتطلع الهيش. هتروح بقى على الايه? على الاوبري. ادي الاستروجين جاهه من التبع تحت اهو. وده البروجستيرون تحت الايه تحت ال 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 اتش. والرسمة دي برضو نفس الكلام الصافي. تمام? احنا بقى عايزين نشوف ايه? المكنيزم ده بيحصل ازاي بتفصيل اكتر? هقولك بص. اه انت طبعا عرفت ان الايه? ان الهايبوسالمس بتطلع اه على الانتير روبيتوتري. هتمنطلع ال 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 اتش. تمام? كلام جميل جدا ما فيش في اي زيادة. قلناه. طب ايه بقى كمان? قالك ال ايه في اس اتش ده بيعمل ايه? انا قلت له بيروح على الفوليكل. طيب هيعمل ايه في الفوليكل? قالك هيعمل اه للفوليكل دي يعني ايه? يعني الفوليكل اللي موجودة في الاوبري يخليها ماتيور. ماتيور يضع كله بيجهزها لعملية اللي هي عمالية الطويل. طيب이어 país ايه حروح اشتغل على الفوليكل. اعمال ايه كمان? قالك اه لما اشتغل على الفوليكلEr supervisors هتطلع ايه? هتطلع الاسترويجين. زي ما احنا قلنا الاسترويجين ده اللي هيطلع من الفوليكل ده ل reckon بقى في الحطة دي عشان حيطة دي ما قلنياش الاسترويجين اللي بيطلع من الفوليكل اللي اشتغل على تلات حاجات. ايه هما التلات حاجات دول? اول حاجة طبعا هو الاستروجين ده طالع ليه? ده طالع على عشان يبني بطنطر رحم. يستعد ازا كان في اه حمل هيحصل. والجنين هيتكون. يبقى لازم ايه? يكون له بطنطر رحم. تبقى مناسبة لي. وهم كل شهر بيعودوا يكون الاهرومينات دي بتقول تكون في بطنطر رحم كل شهر كل شهر تحسبا ان شهر من دول ممكن يحصل فيه حمل. طبعا اغلب الشهور مش يحصل فيها حمل. اه طيب لو ما حصلش حملة في الحالة دي بطنطر رحم اللي ما كونوها هيحصل فيها ايه? دي كلها هتتدمر وهتنزل على صورة اه من اللي هي في صورة الضارة الشهرية. اه طيب اه يبقى اول حاجة من اللي بيعملوا بعد ما طلع من راحة على اللي هي بطنطر رحم وعمل يكونها وبيكونها هني بيعمل فيها ايه? بيزود الشعارات الدموية بيزود السمك بتاعها. اعمال يجيب لها جلاندس. اعمال يجيب لها ميوكس. كل الحاجات دي بيهيئها ان هي تبقى بيئة مناسبة للبيبي. تمام? طيب ده اول حاجة. تاني اكشن ان هو لما اللي اتش ده طالع. اه اه سوري الاستروجين ده لما طالع. اه راح راجع على ايه? على الاف اس اتش ده. عمل له انهيبشن. فيدباك انهيبشن. اهو انهيبشن. قلله. يعني بعد اما طلعه هو راح الاف اس اتش وقلله. اه حاجة لوجيك جدا يعني انت شغال تاني اهو. انت لو فضلت شغال الف اس اتش ده بفضل شغال هيفضل يطلع استروجين كتير 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 كتير. وانا مش عايزة كده. ده لسه في هروميونات تانية هتطلع. لسه في عمليات تانية هتطلع. عملها نطلع. اه يبا بعد ما طلع بيه كمية مناسبة طبعا بمقدار معين اللي انا عايزاها علشان اه اعمل الاكشن بتاعي اللي هو زودت الاندومتريم. هقوم راحة على الاف اس اتش هيعمل فيدباك انهيبشن يعني ايه يقلل افراز الاف اس اتش ده. طيب. تارت اكشن بقى. قال لك ان الهاي لفل من الاستروجين بس مش هاي لفل يعني اه اه كتير لدرجة يعني يعني لأ بقى ايه بقى مناسب. اه خلي بالك انا قلت في الاول اللي هو هيعمل فيدباك انهيبشن عن اف اس اتش هيقلله مش هيمنعه. يعني ايه? يعني اف اس اتش مش مش هيبقى بقى منعدل. لا هيبقى موجود برضو. بس النسبة قليلة خالص خالص خالص. لانه هو عمل له انهيبشن. ما عملوش مسلا بريفنشن. تمام? يبقى ايه هو قلله بس. طيب. قال لك في نفس ذات الوقت الا الاستروجين بيطلع فيه ويقلل اف اس اتش. فده برضو بيخليه يزود ال ال اتش. يعني انت شفت حكمة ربنا سبحان الله. خلى الاستروجين ال ال اف اس اتش اصلا مطلعه. لأ راح على اللي مطلعه وراح مقلله. وراح مطلع بقى واحد تاني. هو لما يكون فيه استروجين كتير عندي ال ال اتش ده هيطلع. وده لانا عايزة انا عايزة الاستروجين كتير عايزة تبقى ال 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 اندومتريا مجاهزة. عايزة ال 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 اتش بقى من الاستروجين. طيب. طريقة من ال انتليور بتيوeden hungover afsi تس بلس. خلي بالك معنى الجملة دي ايه. معنى الجملة دين ال похож برضو. بس بنسبوعي اللي واخد المنرول هنا في عملات ال هو مين? هو ال 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 اتش. تمام? هياعمل ايه هياعمل ال او فيوليشن بعد اما ال او سايد ديه تتطلع من الفوليكل. وهتسب الفولكل بقى هتخش في ايه? في ان هي تتضمر. او ما تتضمر دي بتو، اسميها لاي? الجسم ال اسفر او كربص ليوتم. تمام? يبقى احنا قلنا ايه الحدد دلوقتي قلت لما طلع الاستروجين الاستروجين عمله فيدباك انهيبشن راح مقل للاف اس اتش. وبالتالي في نفس الوقت تزود الايه. اه. تمام? والل اتش برضو موجود بمساعدة الاف اس اتش. عمي اقولي الايه? طيب. ايه كمان? هلك الكربص ليوتم اللي هو الجسم الاصفر اللي قده. اه هيفرز ايه? هيفرز الاستروجين وهيفرز البروكستيرون. من دين اندونتريم اه من خمستاشر لستاشر يوم ونهيت الالاج. يعني ايه? يعني الكربص ليوتم اللي تكون ده اللي هو ايه بقايا بقى الفولوكل بعد ما طلع منها الاو او سايت. اه بيعمل ايه? اه قال لك يا سيدي راح مفرز البروكستيرون. وهيفرز كمان الاستروجين ما هو كده كده اصلا ده كان في الاساس فوليكل. الفوليكل كانت تفرز استروجين. يبال لما الاستروجين يطلع من الجسم الاصور دي حاجة لوجيك جدا. اه وكمان ايه زيادة عن كده ما هو اللي اتش طلع وحنا مفاكرين في الرسمة اللي في العاولة ان كنت احملها لك انك كنت كاتبة البروجستيرون تحت اللي اتش. ادم حصل يبقى البروجستيرون لازم يكون موجود. علشان ايه? لو في حمل. البروجستيرون متاع الحمل. طيب. قال لك البروجستيرون. هو الاستروجين هما الاتنين دلوقتي هيقوموا طلعين منين من الكربس اللي اتش. شوف بقى في الاخر اللي حصل الاستروجين ده راح عامل انهيبشن ليه اللي اتش كمان. يعني انت عايزة تقول لي ان الاستروجين بعد ما استخدم الاف اس اتش والالي اتش انهم يطلعوا اصلا ويتفرز وقت موجود بكميات كبيرة راح رايح عامل لهم هما الاتنين انهيبشن. اه في الاول لما كان من الفوليكل عامل اتش وتاني مرة لما كان طالع من الكربس اللي اتش. تمام? قال لك طيب ليه اه لما بيطلع ده بيخلى الاندومتريا ما عندي. اه جاهزة ومضبطنة ومساليمة وزايل الفل لحد خمستاشر ستاشر يوم. اه طبعا احنا عارفين ان المنسترول سايكل دي بتتكرر كل تمانية ومشلين يوم. فهما لما يخلوها اسبوعين كستاشر يوم يعني اسبوعين تقريبا. اه خمستاشر او ستاشر يوم خلوها ايه اسبوعين? ده اسبوعين بعد عملية ايه? بعد عملية التويت. اللي هي الاوفوليش. احنا عارفين ان عملية بتحصل في اليوم الاربعتاشر. يبقى قبلها اسبوعين وبعدها اسبوعين. هما هيخلهم الاندومتريا مدي الجاهزة لمدة اسبوعين. ليه? برضو ده كله مستنين ان يحصل حمل. وحصل بعد الاربعتاشر يوم خلاص مش مشكلة. اه هما ده اللي هما بيكونوا عايزينه اصلا ان ايه الاقصاية دي يعني اخصاب. وزا تفضل موجودة فين? في بطانة الراحم. اه بعد كده الجسم الاسور ده هيفضل موجود اول تلت شهر من الحمل علشان هيكمل افراز الايه? البروجستيرون ان احنا عايزينه علشان اه نعمل منتينة للحملة ده. اه طيب ما حصلش بقى. اه وبعد التلت شهر الاستروجين الهيرومونات دي هتطلع منين من البلاسينتا. ده الكلام بتاعي استنوي عادي. اه طيب لو ما حصلش بقى. قال لك اهو. لو لو ما حصلها هتفضل راحة. محصل لها اه حصل لها اه اه يعني اتزارعت كده او موجودة في الاندومتريا مهي في اه في اه طيب ماشي. وبعد اما فضلت موجودة كده اللي هيحصل هي هتفضل محطوطة كده اسبوعين بعد كده ما تحصل ده كل ده هيتضمر دلوقتي. اه الكربس دلوقتي الاول. ربعنا كده عارفنا ايه مصير الاو او سايد. ان هو ما حصل لهاش فرتولايزيشن. هتفضل موجودة في اللي هيحصل بعدين الاسبوعين. طب الكربس بقى ليوتم. الكربس ليوتم اللي هو كان بيطلع ايه? كان بيطلع البروجستيلون والاستروجين اللي هما في نفس الوقت الاستروجين راح عمل منه للايه للايه للايه. قال لك الكربس ليوتم ده بيتضمر هو كمان لان ما بقاش له اي لازمة دلوقتي وما فيش اه حامل حصل ولا حاجة. اه ولا فرتولايزيشن هصل. اه فهيتحاول يبقى اسمه الكربس. البيكانز. البيكانز ده يعني ابيض. اللونه ابيض هيكون لونه ابيض. لونه ابيض ليه ما هو داخل بقى في اللي هي اللي حاجات بتاعت 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 الفيسولوجي. المهم يعني هو كمان اتضمر. فبقى اسمه ايه? كربس البيكانز. ماشي. اه بعد اما اتضمر قال لك خلاص. مش مش هيفرز هرمونات تاني ما هو اه اتضمر خلاص بقى اسمه كربس البيكانز. يبقى نفهم من كده انه كربس اليوتم هو اللي بيفرز الاستروجين وبرجوستيرون. انما الكربس البيكانز ده ما فيش الاستروجين وبرجوستيرون هيطلعوا منه. خلاص. احنا وقفنا الهرمونات لحد كن. ليه? علشان ما حصلش بيرتولايزيشن. طيب. اه دلوقتي اه دام ما فيش الاستروجين ولا بريجوستيرون عندي. طب انت واقف نستني ايه? ايه? يعني لعندك هرمونات الهرمونات دي هي اللي عملها تبني تبني في بطنة الراحة. ما فيش حصل. الهرمونات اتضمرت والكربس اليوتم بقى كربس البيكانز. ما اتضمر لي بقى كل دي ونبدأ الشهر الجديد بقى من الاول تاني ولكنها جهاز. فبالتالي المنسترويشن هتحصل. وكل الحاجات دي اللي احنا حطناها دي البلد بيزلس وكل الحاجات كلها هتينزل في صورة ايه? من استرويشن. بتبع عبارة عن ايه? بلد وميوكس. ده ايه? لو ما فيش حاصل. اه طيب ليه اللي خلل من استرويشن تحصل في المقام الاول ان ما فيش ولا استرويجين ولا بريجوستيرون. علشان القربس اليوتم بقى قربس البيكانز. اه طيب. اه قال لك بقى في البروجستيرون والل اتش. بيعمل ايه? بيخلي الاف اس اتش يطلع تاني والسايكل تقرر من اول تاني. يعني ايه الكلام ده? يعني مش انتو قلت دلوقتي ان الكوربس البيكانزما بفرس هرموناتي بقنا دلوقتي ما عنديش استرويجين ما عنديش بريجوستيرون. خالص. طيب البروجستيرون قل. وبالتالي ال 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 اتش اصلا كاكاكا كان قليا لان الاسترويجين لما طلع. لما طلع منين? من الكوربس ليوه طب. الاسترويجين لما طلع منه راح ما اقلله. قال لك لما ال 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 اتش بقى قليل. والبروجستيرون كمان يقل. ده هيعمل ايه بقى? هيخلي ال اف اس اتش يطلع. يبقى ها اه هما قليلين ال ال اتش تاما نكتب. القليل والبروجستيرون كمان قليل. ده يخلي ال اف اس اتش يطلع. يخليه زيد ويطلع تاني. طب ليه؟ علشان انا عايز ابدأ السايكل من اول وجديد خالص. انا كنت بدأ الساكل اصلاً بالف اس اتش. يبقى بالتالي. اه كون ان الاله والبروجستير قاله ده هيقصر على الف اس اتش يخليه زيد علشان يبدأ للساكل من اول وجديد خالص. اللي هي هيعمل يبقى من الاول وجديد خالص. اللي هو يسدي ان الاف اس اتش ده. اه هيبقى طالع. الانتيريور بتيوتر هيروح يؤثر على الفوليكل اللي موجودة في الفوليكل هيخليها ماتيور. تقوم جاية اه هتطلع الاو قصيط? لا. لازم الاو قصيط عشان تطلع. لازم يكون ال ال اتش ما موجود. طب لما يخليها ماتيور ولا هيحصل. ده هيطلع بس الاستروجين من الفوليكل. هيخلي الفوليكل تطلع استروجين. تمام. بعد اما الاستروجين ده طلع. هيعمل ثلاث حاجات. هما هزود الاندومتريم. آه هيجري على الف اس اتش يعمل فيدباك انهيبشن يقلل الف اس اتش. ولما يبقى الليفل بتاعه موجود بالنسبة لانا عايزها هيجري على ال ال اتش ايه? يطلعها. عشان نعمل طيب ال 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 اتش ده حصل له بسطة الاستروجين وطلع. هيحصل الاو قصيط من الفوليكل ويسيب الفوليكل زي ما هي. الفوليكل دي هتزعل بعد اما الاو قصيط اللي هتمنعه وهي مش راقي حاجة تعملها دلوقتي. فهتتحول لحاجة اسمها القربس ليوتا. اللي هو الجسم الاصفر. الجسم الاصفر ده هيفرز ايه? استروجين وبروجستيرون. الاستروجين ده هيعمل برضو بنفس الطريقة فيدباك ان هيبشان على ال ال اتش ويقلله. آآ كمان هيعمل فيدباك ان هيبشان على ال ال اتش ويقلل. كمان البروجستيرون ليو بيطلع من الكربس ليوتام قلت لك عشان لو حصل حمل طيب. آآ دلوقتي ما حصلش حمل وحصل اهو الكربس ليوتام ده هيتحاول لكربس ال بيكانس. وانس انو هتحاول الكوبس ال بيكانس مفيش استروجين ولا برجستيرون هيطلعه منه. لما ما يطلعش منه كل الباقة الاندوميترام اللي عندك ده هيحصل لها صلافنج وهتينزل في صورة بلد وميوكس. طيب كون ان البروجستيرون وال ال اتش والاييلين دي حاجة دخلي ال اف اس اتش يزيد علشان يبدأ الساكل من الاولو. تمام اتمانك كون انت فاهمت هو ده اصعب وزء في المحاضرة ان شاء الله. آآ بس امشي بحياة كالحاكيه كده يعني ابدأ بهرمون الاف اس اتش بعد كده الاستروجين بعد كده الالي اتش بعد كده الاستروجين وبروجستيرون تاني اه لحد ما نوصل في الاخر الى ان الالي اتش وبروجستيرون هم قليلين خلهم الاف اس اتش يزيد بس انت لما تقول هرمون هتلاقي البقين جايين معك عادي جدا ديت اصلا الايه يعتبر شرح المنستير والسايكل اه قد يبدو في اختلاف او قد يكون في اختلاف ما بينه من الفيسيولوجيا او حتى في الداتة القديمة بتاعتنا اه بس مش مشكلة اه لان هم اصلا في المحاضرة دي على سنتنا كان اصلا قبل ما يبدأ شرح المنستير والسايكل كان بيقولك ما فيش ميكانيزم محددة اقدر اجزم بيها ان المنستير والسايكل بيحصل كده دي كلها يعني ايه توقعات واجتهادات ودراسات فيعني وهيقلقوش من هتة الاختلاف دي هم ان شاء الله مش بيصاروا فيها طيب كده الحمد لله ايه اه خلصنا الشرح بتاع المنستير والسايكل عايزين نشوف يعني ايه اللي يزيد ويقلل يعني تأثير الزيادة وتأثير النقصان بالنسبة لكل فرموند التاني احنا ونوح طب نشرح اصلا يعني انا قلت لك مسلا ان الاف اس ايتش ده بيخلي الفولكل اللي هصليه قريبين دي يعني تندق يعني بيخليها مطيور اه طيب الفولكل ديها اللي هي المطيور ديها هطلعها استروجين تمام الاستروجين ده لما يزيد هيقوم ايه هيقوم معلل الاف اس ايتش ده اول ريجوليل قال لك معلومة كده ان الاستروجين ده بيزيد في يعني في الاسبوع الثاني الاستروجين ده بيكون واصل للايه اه للبيك بتاعته او واصل لليفل عالي جدا في وقته بقى في الاسبوع الثاني من المستر ورساكل وفي نفس الوقت البيك بتاعته دي بتبقى قبل اربعة وشان ساعة من الاليتش مش انا عارفيني ان اصلا الاستروجين ده لما يوصل للبيك بيروح يحفز الاليتش ان هو يطلع او فالاليتش بالتالي كده هيطلع بعد الاستروجين بيطلع بعده بعد ايه بالزبط باربعة وعشرين ساعة طيب الهاي ديوسوس من الاستروجين بقى قلت لك لما يوصل لليفل عالي جدا 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 اكتر من البيك بتاعته او اللي هو في الحالة دي في الوقت ده هيكون طالع منين من الكربس الليه ايجري على الاليتش ويعمل له انهيبشن لشان كده بيقول لك كحبوب منع الحمل ما حاجة بالعالي كده يلي قلتش اللي بيعمل لي لو انا جبت حاجة عملت له او عملت له انهيبشن في او فيوليشن هيحصل لأ فين الاو قصايت هتطلع لأ اي اللي بيحصل لها او قصايت لان اصلا ما عنديش او قصايت لشان تطلع يبقى حبوب منع حمل فعل يبقى ما فيش حملة ايه هيحصل اه امتى بقى الحاجة استخدم الاستروجين كا اا كونتر ازيبتيب اا لما يزيد زيادة عن اللزوم قوي اكتر من البير بتاعته ويجري يعمل سابريشن للـ انتوا عارفين ان الاستعداء اللي هي بتبقى حامل في الاول بعد كده بتسمعها حاجة ان هي بتروح تغد حقا حاملة وبتثبت الحمل ما دي بتكون بعيدة عن الاستروجين اصلي. ما الاستروجين ده كله بيعمل ايه? بيثبت الحمل. هنوقف عشان الادان. طيب نكمل. كنتم بقول ان الناس اللي هيا بتاخد هو ان نسمحوا ان تثبيت الحملة دي دي بتكون عبارة عن استروجين اصلا. طب ليه? آآ علشان خاطر. انتوا عارفين ان طبعا الاستروجين بروجستيرون اهم طبعا من الاستروجين كمان ان هو بيبقى موجود طول فترة الحملة سواء كان بيطلع من الكوربس لويتم او من البلسينة بعد اما كوربس لويتم بيضمر بعد اول ثلاث شهور. علشان كده اللي بياخدوا استروجين من برده. حقا ده يعني بيزود اه بتاع الحمل بتاعهم او بيسبتوه اكتر. تمام? بالاستروجين ليه? لان دول الاستروجين الاساسي آآ انه بيقلل اللي قدشه وبالتالي بيمنع فانا مش عايزة هيحصل اصلا وانا عندي حمل. هو انت هتعمل ليه ببيض وانت اصلا فيه آآ عندك هنا اه حصل لها فاعملين الفكرة فعلشان كده باخد الاستروجين يفضل معلل الالالتش طول فترة الحمل? وطبعا انا يعني بصراحة ما ما قبلتش حاجة في حياتي بتقول AMH في نفس فترة الحمل. بس اكد دي حاجة بتحصل لما بنفسستروجين يعني كافي. آآ فعلشان كده لازم يكون موجود بكمية مناسبة جدا وبليفل عالي. الليفل العالي اللي هو هيوصل له ده هيخلي اللي اصلا ما ما يطلعش. يعمل له فبالتالي مش هطلق مش يحصل على إلا ما بعد ما ايه اما تولد بقى ان شاء الله. تمام? آآ دي النقطة التانية في تلات نقطة عندي على جبال ايه الاستروجين ده كي انه بيتكلم عن بتاعت الاستروجين يعني آآ ايه اهمية الاستروجين ان هو بتطلع او بتاعت تأسر الاستروجين اللي بيحصل حالك بيحصل برولفريشان الاندومتريا آآ حاجة روجي جدا عملها غني فيها من الصبح آآ تاني حاجة بي آآ كمان الانجلانتس الانجلانتس اللي هي بتطلع ما احنا قلنا في آآ هاي بعندراميوكاس يبقى كده من القزة طالية من انجلانتس موجودة في الاندومتريا بحصلة برضو كل حاجة بتجبر وكل حاجة بتبقى يحصل لها وكل حاجة بتبقى موجودة كتير داكتس كمان في الماماريجلانتس يحصل لها آآ ليه؟ ليه داكتس أنا دا كله بجهز الحاملة هو بس اللي بتاع الهرمونات دي النهاردة ان هي عايزة يحصل الحاملة بالحاملة يبطل كويس لحد ما السبتة توليب بالسرعة فبالتالي هي عملها تجهز كل حاجة من جميع الجهات سواء كان آآ الدكتس في الماماريجلانديس علشان الرضاعة بعد كده سواء كان الاندومتريا علشان آآ البابي آآ ما ما يحصلش عبر شان يعني ما ينزلش يبطل موجود ويحصل من تيرينج الحاملة دا آآ 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 يعني دي يعني بتاع البريجستيرون بتجهز هي كمان Riverside Crystal هيطلع بعد الاسترو جين وهاية وهيكمل مع Moi الضور. طيق آآ آآ قالك ادي اللي قدك هي عارفين السرعاني limits الى فوق بتيجي بعد باسترو جين 24 ساعة قال take وهو الوقت دا هو نفسه برضو بيبعا له Taric آآ والوقت ده هو اللي بيخلي بال ايه يصل او كمية الهيرمون اللي عندي دي اللي بيخلي يعني ايه يعني ده هيطلع هيوصل للمكسيمم بتاعه بعد افراز الاستروجين بكام باربعة وعشرين ساعة انا ازو اقف حزر انا على المقاطعة يا شباب بس هكي كلكو سمينة صوت الفعل خلي بارها دي انا ما اعرفش هتاها من مين دلوقتي المهم يا كنت بقول لك ان اللي بتاعته بتوصل بعد باربعة وعشرين ساعة وقبل بستاشر ساعة يعني اول ما يوصل بتاعته وبعده بستاشر ساعة هيحصل على طول دي بنسبة نقطة طيب بسرعة بقية سريعا ايه ملخص الجزء اللي انا قلته في ده عشان حسناك كلمة كتير قوي اه انا عندي تلاتة تلاتة المرحلة اللي قبل عملية هي بيكون اسمها اللي هي بتاعته تمام يبا هنا هيب عندي طب هنكمل المرحلة اول هيكون عندي هنا في الاول بعد كده هيحصل بعد كده اللي هي باقي اللي هي بعد تكون الجسم الاصفر بعد ما حصل اللي هي بتاعته اللي اتش انا قلت لك في الاول خالص من ده بيطلع يجري على الغلامة يقوم مطلع منا هيرمون الاستروجين اه طيب لما هيرمون الاستروجين ده هيطلع هيعمل ايه هيجري على الافيس اتش هيعمل فيدباك انهيبشن يقلل اه تمام اه بعد كده لما لما قلل الافيس اتش في نفس الوقت لما يوصل لليفل عالي هيروح على يعمل له اندكشن ويخليه ايه ويطلع. لما طلع عمل ايه عمل ايه هم هو ايه هو اللي عمل لي اهو اللي اتش بقى هيفضل ايه ما نكمل معايا بعد الليه علشان الكوربس اللي هو يعني هنا نسبة اللي يتيها الفيس دي كانت عندنا في المحاضرة دي زمان فانا بصراحة عجبني الشكل انه هاي ليمدنيها يعني. اه هيامل ايه? اه اه هيامل. وبعد ما ما الفوليكل اللي عندي اللي كانت مطلعة الاستروجين. اثر عليها خليط طلع الاستروجين. اه دي برضه هتتحول لاي? هتتحول الكربس ليوتم. والكربس ليوتم ده هيطلع الاستروجين والبروجستيرون. الاستروجين بقى اللي طلع من الكربس ليوتم ده هيجري على ال 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 اتش هيعمل له نفس ال فيدباك ويقلله. اه طيب ما حصلش فبالتالي الكربس ليوتم ده اتضمر بقى كربس البيكاتز. الكربس البيكاتز ده ما فيهوش هرمونات خالص الاستروجين ولا بروجستيرون. ادام ما فيش هرمونات خالص عندي. يبقى ايه? كل اللي انا عملته ده هيتضمر. يبقى يحصل وينزل في صورة بلاط وميوكاس. بعد كده في الاخر خالص بقى ان ال 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 اتش ده هيكون قليل جدا. وال بروجستيرون كمان هيكون قليل جدا. الحكاية دي بتبقى كويسة جدا ان هي يدخل ال ال اتش يطلع من تاني ويزيد ويوصل للليفل بتاعه علشان يبدأ الساكن من الاول وجديد. ده هنا كان الاستروجين وهنا كان ال بروجستيرون وقلنا ال بروجستيرون بنهتم باكتر في عملية اللي هي ايه ما بعد او ما بعد كمان عشان هو بقى مهمته الاساسية في الحمل يعني. طيب اتمنى كنت فاهمت ان شاء الله من استروجها امشان Daar BenQH52 يحدث عن طناق ايه في ملحوظة كده بيقول لك ان هو فيه ادوات هتقلوان اسمنه كورومفين ديه المركب ده اللي هو هي الكورومفين ده ده بيعمل ايه ده انتاجو де نسط الياء الاستروجين يعني ايه يعني مpieces ضد الاستروجين بيتخنق معاه ايه زى ادوى زى الفارما يتخنق معايا الاستروجين على هذه البس كتر ال Tips code tienen اعمالчان هه dibujوذ youtube الريسيبتورز فبالتالي بيتخنق معيه علشان هو اللي يشتغل عليها بداله. اه طيب لو انتصر ده انتصر على الاستروجين مسلا هو اللي راح قعد مكانه فلما راح يقعد مكانه كان بيعمل انهيبيشن على ال اه طيب بالتالي مش هيحصل انهيبيشن خالص هيبي عمدي ال ال ايه عالي وكمان اه اه انتهتشال بقى كل انهيبيشن بتاعت ال ال الاسترويجين هيكونوا عليين. طيب هيقوموا عاملين الاسترويجين هيعمل وده هيعمل فبالتالي انا ممكن استخدام ده كحاجة حلوة في اللي هي يعني الاستات اللي ما بتخلفش لو المشكلة في الهرمونات ممكن اقيقل ان الاسترويجين بيعمل اكتر ما بيعمل يعني عمالي يقلل في الهرمونات ومن قبل حتى ما الهرمون يوصل اللي هو اله يوصل بتاعته بيعمل ده عمالي يقلل فبالتالي انا ممكن اقوم ايه هعمل خالص بالكلوم يقوم مطلع لبقى اله بصورة طبيعية جدا يخلوه يحصل طيب لو كانت مشكلة تانية مثلا في مثلا كانت مشكلة في نفسه حاجة بيدي عن الهرمونات لا ده انا مش هقدر اعليكها بالكلوم فيه هي الفكرة لو المشكلة في الاسترويجين نفسه فهمين اه طيب دي كانت على الكولوم فيه نقال لك فيه انواع من البريستا كانسر من الهول كانسر اللي بيجي في السادي اه باسبيش اللي في البري مينبوز الوومن يعني ايه البري كل البري هي يعني حولة او يعني في الفترة دي المينبوز اه يعني في فترة اللي هي بيحصل فيها اه من استرويجين اه اه قال لك ممكن بعض الكانسر اللي بتيجي بتبقى بسعب الاسترويجين كمان اه بسعب في بعض الايه البايشنز اه طيب نصدم فيها برضو بس هنا هيكون اسمه ايه هيبقى اسمه يعني ايه ايه انا باستفيد من دي دي انا خطي اتنين واحد اسمه والتاني اسمه قولت ده هيقفل بتاعت الاسترويجين فين فبالتالي اه هيخلي طيب التاموزفين ده قال لك التاموزفين ده بيعالج اه بعض انواع البريست كانسر ليه? الكنسر ده اصلا ما بيطلع هما مش عارفين ارساب لحد دلوقتي. وقال لك اه هو اي عاجة مش عارفين ارساب لوله ايه جينيتيك اوتوميون هيرمونل ممكن. بس الهيرمونال هنا اه يعني مشهورة في البريست كانسر بالزاد. اه ان ايه اللي ممكن يحصل مسلا اه لغبطة او التراب في الهيرمونات اللي عندي في عمل البريست كانسر. اه فممكن يكون سبب التراب ده ان الاسترويجين زاد زيادة عن اللزوم هو اللي عمل لي البريست كانسر ده. فبالتالي انا لو اه مسكت الاسترويجين وقللته مش هيبقى فيه بريست كانسر. طيب. الدوبة اللي هستخدمه في اه كانتاجونس في العملية دي اسمه التاموزفين. تمام? يبقى التاموزفين ده بتاع الكنسر وكلهم فين ستريت ده بتاع ايه الهيرمونات اللي هي اللي اتش والاوذيوليش. طيب دي كان في النبي كده. خلصنا الجوز الاول من المحاضرة بتاع الايه من استرويجين. هتسادي بان اتكلم عن الهيرمونات اللي هي الفي ملسكس هيرموز اللي هو عن المحاضرة اصلا. قال لك الايه والايسترويجين هو اللي متكلم عنه كتير يعني الباقين ايه هناخدهم كل واحدة كده الايسترويجين قال لك انا مقسمه لنوعين. ايه هنقسم بقى الايسترويجين اللي عندنا لنوعين نوع 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 يعني هو طبيعي هو موجود كده في الجسم طبيعي. يعني احنا مصنعينه من برا شبه الهيرمونات ده عندنا منهم ثلاثة هنتكلم عنهم بالتفاصيل دلوقتي. ده بيقى فيه يعني ايه? يعني انا مصنعه من برا شبه الهيرمونات دي كلها هيبرة عن استرويجين. اه في منها بقى اللي انا مصنعها من برا ممكن يكون اصلها فعلا فيكون وممكن يكون انا مصنعها من حاجة تانية خالص بس برضو شبه الاسترويجين. طيب هنحفظهم ازاي? الثلاثة الاولانين اللي هما دول اللي احنا هنتكلم عنهم بالتفاصيل فهيتحفزه وكده كده. الاسترويد لانه استرويد البقى هو احنا ما عندناش معلومة عنهم اغرر دي بس. فانا هنحفظ اسميهم من هنا. نحفظ ان الاسترويدا دياتها تبقى ايه اسمه استراديول اللي هو بيكون فيه كلمة استراديول في الاخرى لشبه الاسترويدة له. وفيه نسترانول. نسترانول. والبقين بقى هي بناء استرويد. عايزين برضو واحد هيود يحفظ الاسم دي براحته. بس انا بيقولي انا اكد الاسم اللي هيبقى غير الاتنين بتوع الاسترويدة لدول هيبقى نسترويدة. نيبقى الاسترويدة لده. ايه هما بقى? يسمى الاستراديول والمسترانول. يحفظوا الاسمين دول وبقين هي بناء استرويدة. طيب. دي بتاعت الاسترويدين اللي هي هنتكلم بقى الايه? عن اللي هما التلاتة. اه قال لك هو ايه? بيكون اه سي تمنتاشر استرويد. احنا طبعا عارفين ان اصل استرويد بيكون ايه? اه كام كام يعني كام كاربو موجودة? تمنتاشر. مش عارفة تقريبا ان دي المعلومة دي مش موجودة في الدات الجديدة بتاعكم بس يعني انا ستهاك هتعجباني بصراحة. قال لك انهم كانوا كام? التمنتاشر. طيب. انت قلته تلاتة صح? اول واحد فيهم اسمه استراديول. انتوا عارفين الاسم ده مش غريب علينا. زمانة ما كنا مناخد في السنة والاسترويجين ده كان بيبقى مكتوب جنبه كده. البنكوسين الاستراديول. يبقى ما اقول الاستراديول ده مشكلة غريبة جدا. طيب الاستراديول ده ما لو قالك ده البرينسبل في البري منيبوز. اه يا ولادي المينيبوز كلمة مينيبوز معناها اللي هو اتوقف اه اتوقف مش يحصل من استرويشان تاني بعد جدا. اما اقول بري اللي هي كانت بالاي اللي قبلتنا قبل كده ديت ايه في المنطقة اللي حواليها يعني اه تيجي شوية قدامها وشوية وراه. البري منيبوز البري دي اللي هي ما فيهاش قوي ديت معناها قبلها قبل ما ايه اوصل لنقطة الطاقف اللي هو سن اليأس ده يعني البوست ومينيبوز بقى بعد بقى ما حصل ده وكل حاجة وقفت اللي هو من بعد سنة اليأس في الخمسين سنة فيما فوق كده. تمام? فالاستراتيول ده قالك في البري منيبوز. ماشي يعني هو الايه اه بيجي في في ميلز اللي بيجي لهم اه من طيب الاستراتيول قالك بيبقى اسمه اه سبعتاشر بيتا استراتيول دي بيتا مش ستة. تمام? قبل ما نبدأ اه طيب ان كنت بقول دي بيتا كنت حاولت اعدلها بس مش رد تتعمل بيتا ديت مش مية سبعة ستين دي اسمه سبعتاشر بيتا استراتيول هو اسمه جده. اه تركيب تميائي ما نشرع به بس هو اسمه اين سبعتاشر ده اللي هو اه اسمه يعني وده طبعا ايه اللي بيجي في البري منيبوزة اللي هو مابل منيبوزة طيب تاني نوع عندنا اسمه استريول استريول الاستريول القول الايه فور بلاسنتا والايه فور ليس بوتنت يعني هنعلم على هاي الايه دي ليس بوتن والايه دي كمان بلاسنتا اما الناس ما كلمة الايه اللي هتفكرنا بالايه بتاعت الايه? طيب ليه بقى? قالك الاستريول ده ده بيكون آآ مش مش بوتين تاوي زي الاسترديول اقل منه الاسترديول ده هو بيبقى اكتف. ده اكتر واحد اكتف اصلا من اللي هو الفورم في الاسترديول ده. طيب ده بيكون ايه? اقل منه شوية. وبيكون موجود في يعني بيبقى النوع الاستروجين اللي عن ده طبعا اسمه ايه؟ استريول. الادام بريجننت يبقى يطلع من ال ايه؟ من البلاسند. اخر واحد بقى. اسمه استريون. آآ الاستريون ده ده بيكون موجود فين? قالك الاستريون ده بيكون آآ موجود في آآ بعد المينوبوس. يبقى الاستريون هو الاسترديول اللي اتنين يتباروا عكس بعض. ليه? لان ده بيبقى موجود في البري منوبوس ده بيبقى موجود افطر المينبوز يعني بوسطه مينبوز. طب ممكن هدي يقول لي ازاي هو بعد المينبوز يعني بعد اما كل حاجة تبقى فته والاسترون هيبقى موجود برضو. هقول لك ما هو اصلا مش اكتب يعني بصنا بقول لك القوته اه تلت قوة الاسترادول ده. تبقى اجد مش هيعمل اي حاجة. هو موجود بس طب هقول لك مسلا ان الميلزة عندهم الهيرمونات دي. او عندهم عادي. والفيميل بيبقى عندها من الاندروجين برضو. بس ده كله نسب. اللي بيتحكم في المهضوضة كله بالنسب. فده بيكون نسبه قليلة جدا. وقوة قليلة جدا. التلت من الاسترادول اللي هو الاسترادول ده المستاكتب اللي هيعمل فعلا شغله. آآ فبالتالي ولا كأن له لازمة يعني هو هيبقى موجود فين فيه الكستومينو بوصل وخلاص. يبقى عندنا تلاتة فورمس. الاسترادول حكس الايه الاستيرون. الاسترادول ده قلنا الكلمة مشهورة بالنسبة لنا يعني لان هي بتكون موجودة ما بينكو زين كده بعد الاستروجين. وده هو الايه المست بوتنت فبالتالي هيكون موجود في البريم منوبوز ويبقى اسمه كمان سبعتاشر بيتح. آآ تاني واحد اللي هو الاستريول الاستريول ده قلنا الايه عشان هو عليس بوتنت والايه في البلسنت هيبقى بتاري في البريجناس. الاستيرون بقى حكس الاسترادول اللي بيكون موجود في البوصل منوبوزة. وكون تلت الايه البوتنس بتاعة الاسترادول ده. طيب. ده التلاتة ايه اه هنتكلم عن ايه كمان? قال لك المعلومتين كده مش هو مع ايه هميتهم بصراحة الاستيرون ده اللي هو اه اللي كان موجود فين تلبست من البوصل قال لك ده اول واحد اكتشفوه. كان من نوع ايه الاستيرون ده. آآ طيب ومعرفش مين الاسم ده اللي لقاه سنة كام. آآ اكيد معلومة ما نهاش اي لازمة بصراحة يعني. آآ جالوا من الايه من بتاع البريجنانت ومن طب زي بقى استيروني بريجنانت ومن? فل Такه هو كلهم بيبقوا موجودين كلهم. يعني كل الانواع دي بتبقى موجودة في كل الفيميلز عادي. بس نسب يعني التاني ده اللي هو الام ده بيبقى موجود في الاستيروني بس ده ملي منهش ان البقيين مش موجودين. الاستيروني برضه موجود عادي. وطالت ان هو الايه اهو في بريجنانت ومن بعد كده لقى الاستريول. لقى بعد. لقى برضو من. آآ وبعد كده لقى الاستراتيول بقى هو زيليتي. دي بقى بترتيب كده. لان الاستريول الاول بعد كده كتشف الاستريول. بعد كده كتشف الاي? الاستراتيول. منين? من بتاع البريجنان. طيب. آآ قال لك ما احنا مسامينه بقى سبعتاشر هو هو المستبوت ما احنا عارفين. والاستريول ليست اكتب الاستريول اللي هو انا قلت ايه? وقلت لك عارفه بالل اللي هو ده كان التلت بس ده. فقال لك اثننا بقى او وزعنا بتاعته من ازاي بنسبة خمسين الى خمسة الى واحد بالترتيب كده. يعني ده خمسين بص واخد خمسين بواحده. ده خمسة والاستريول ده اقل واحد ونسبته واحد بس. طيب. بقيل لك برغم من ان هو اهم سورسة في الاستريوليجين. برضو بطلعه من من قلت لك ان الميل بيكون عندي برضو مندي عادي والفيميل برضو عندها عادي. فبالتالي ده ممكن يطلع من التستيس بس جدا. بالاية بكله بالنسب. النسبة صغيرة جدا مش هر يحمل اي حاجة ولك انها موجودة بس لازم يكون اي موجود. وبطلعه من الادرينا كورتيكس وحنا قلنا ان هما استيرودال وهي اي سورسة هيبقى من الادرينا كورتيكس. طيب. الاستريوليجين بردوكشن از هايس توين اوومن از يونج اند سلوو داون از ايش. جيبن جايس توومين بوزل سمتنزو 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 سمتنزو. حاجة فبالتالي مش اه مش هيبقى عندها نفس النسبة الاستروجين اللي موجودة عند الايه الوما الاتاني دي. اهيبقى كل حاجة بقى هتقل وما فيش منستريوليجين هتحصل ولا حاجة فبالتالي ما فيش دا ان يكون عندي نسبة استروجين عليه. طيب. الاستروجيتة الهيرمون اه سنزق بصوي بقى ازاي الاستروجيته هيرمون دا بيتصنع اللي هي الاستروجين شايفين الاصلاح دي انسوه. ولكن الناس شايفين الصورة دي دلوقتي يعني هوريكو واحدة من الاول بعد اتجنب انجلة داني.